اول حاجة لازم نبقى عارفين كل الكلام اللي بتقال على نظارة حفظ النظر او انا لو قريت كتير هيحصل لي ضرر في نظري او لو انا قريت بالليل نظري هيضعف او الكلام ده كله حقيقة كلام ده مش مزبوط فيش حاجة احنا ممكن نعملها تخلي عينينا نظرها يضعف للقراية ولا الصهر ولا كلام مفيش حاجة اسمها كده وبالتالي مفيش حاجة اسمها نظارة حفظ النظر انما نقدر نعود نفسنا على عادات تخلي عينينا مرتاحة اكتر وبالتالي نبقى احنا مرتاحين في الرؤية اكتر يعني ايه اول حاجة لازم نشرب سوايل كتيرة السوايل دي هتخلي دايما عينينا مترطبة ودايما مفيش مشاكل كتيرة مع الجفاف الحاجة التانية لو احنا متعودين احنا نبص على شاشات لفترة طويلة جدا من كتر ما احنا بنبص على شاشات بيبقى فيه زي انقباط دائم في العضلات اللي بتحرك عدسة العين وبالتالي ده مع الوقت يعملينا اجهاد وبننصح الناس ساعتها انه ايه لو انا طبيعة شغلي ان انا افضل باصص في شاشة لفترة طويلة في قاعد اسمها 20-20-20 rule يعني ايه؟ يعني كل 20 دقيقة باصص على الموبايل او التابلت او كومبيوتر او وتاور ارفع عينيه ابص على حاجة بعيدة لمدة 20 ثانية بحيث ان انا ارخي العضلات بتاعت عيني وبعدين ارجع ابص تاني ما بصش على الموبايل بالليل وانا نايم في قوضة ظلمة وده مش هيدر عيني بس ده هيجيب لي اجهاد اجهاد يعني صداع يعني ارهاق يعني جفاف في العين فاعود نفسي ان انا اخلي اضاءة الموبايل اقل وان انا يبقى حوالي اضاءة كويسة علشان مجهدش عينيه اخر حاجة انه لازم نهتم بصحة الجفون لان الجفون دي هي اللي بتطلع علينا الدموع بتاعتنا فاعود نفسي كل يوم الصبح لما اصحى اخسل عينيه بمية دافية ودلك الجفون كده فوق وتحت ده هيبقى كافي انه تبقى صحة عينينا دايما كويسة اخر حاجة التغذية التغذية السليمة المتوازنة دي حاجة مهمة جدا للشبكية نهتم جدا بالحاجات اللي فيها لون بورتقاني او الاخضر زي السبانخ الحاجات دي فيها مادة اسمها الجانتينز والكاروتينز او البيتا كاروتينز المواد دي مهمة جدا لنصحة الشبكية هتساعدنا انه اداء الشبكية بتاعتنا يبقى احسن انه ده مش معناه انه هيحصل لي مشكلة لو انا ما عملتش الكلام ده